بعد أن ظلت لأشهر طويلة في موقع الدفاع تكابد وجع الحصار مع أبنائها ها هي تعز تنتقل إلى مرحلة الهجوم فالمدينة التي وقفت باكرا تواجه الميليشيا الإنقلابية تمكنت مؤخرا من اشتراح معوقات فك الحصار مجلس تنسيق المقاومة في بيان له أكد نجاح المرحلة الأولى من تنفيذ خطة كسر الحصار وبعد المعارك التي دارت في كل من الجبهة الشرقية والغربية وفتح خط الضباب تمكن الجيش والمقاومة من إحراز تقدم ملحوظ في أغلب المواقع الاستراتيجية الأخرى في خضم هذا التقدم أكد المجلس العسكري عبر ناطقه تحرير منطقة مدارات والاقتراب من وادي حنش وتطهير حدائق الصالح ومعظم جبلهان مرورا بمنطقة غراب ليفتح بعد ذلك المنفذ الغربي للمدينة الذي اتخذت منه الميليشيا في الأيام الماضية مكانا لإطباق حصارها ومنع المواطنين من الدخول والخروج منه وعلى طريق مواصلة خطة التحرير التي أعلنت سابقا تمكن الجيش من استعادة التبة الحمراء والاتجاه نحو منطقة الربيع وخط الخمسين ومن ثم السيطرة على منطقة حسنات بالكامل ومحاصرة موقع المكالكل ومن ثم التقدم نحو حي ثعبات والدعوة إلى أن أصبحوا على مقربة من سوري القصر ومعسكر التشريفات تتسارع الأحداث الميدانية بشكل لافت في مدينة تعز وفي ظل التقدم العسكري للجيش والمقاومة تعود الميليشيا مجددا لقصف الأحياء السكنية علها تعوض جزءا من الخسارة التي منيت بها في الميدان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر